بسم الله الرحمن الرحيم بزركم شباب سنبهول عليكم بيبار اول تيديو نريد ان شاء الله مع بعض بإذن الله في شفتر البروتين مرات شفتر البروتين يا جماعة غير شفترية اللي فائد الكربوهادات اللي بد معتمة دكتر شوية على الفائد من أجزاء كثير في حاجة فيه هتبقى معتمة على الحرب بس شوية بس خصوصا الجزء البروتين وبروتين كلاسيفيكيشن ده بس كله فهم يا جماعة ومش بسهولة الناس بيدخل في دماغها الموضوع ازاي البروتين ده تكون ومتلاف وتعمل ازاي على مراحل وكلام بك عم ندخل بقى على كلا ففصيل الشفتر الكتيرة مش عارفة فيديوهات الجاية من حالة فيديو الاول في الشفتر البروتين او فيديو تعريف للشفتر البروتين وكمان بندخل بقى في معلومات نظرية عن الشفتر اسم الله الرحمن اول حاجة زي اي شفتر بالشفترين مثل اول حاجة البروتين مفجول لك وبرا يد كبير من وحدات جمب بعض اسمها الاحماد الانيلية بالانكليل اسمها اميلو اسم قبل مستركيب الاحماد الانيلية ده تعالى كلمة اولا كده على وزائب بتاعت البروتين جاكوني البروتينات بتاعت باسمين او البروتينات بصفة عنها ايه البروتين باعتها وزائف كتير اولا يماع البروتين فجبع تغيرك في كلمة 5C ميد T خمس حاجات أغراب C وظائف البلوتينات دائل خمس حاجات أغراب C يولا بسم الله واحد واحد C-contractile بقنا بتعرفين هي معنى المصب فيها بروتين مهمة اسم الاكتين والماكتين بذلك بيساعد على ال-contraction تعرضها يبقى ال-contractile يعني ان تباضي زي خيوط الاكتين والماكتين قالي او function importance للبروتين تانيه function importance تانيه C C-receptor ان تشتغلوا عبرنا تبعا ان السلم البرم معنى المهمة البيضية بيكون فيها عميل بروتينات بتشتغل كهاء مستقبلات receptor على السلم البرم والبروتينات دائل اقول لك ماذا نظائف البلوتينات تشتغل كهاء C-receptor التاسيب تلك control النظائف البلوتينات في الكسمية تتحكم بتنظم control زي البروتين كلكم كلكم تسمع عنه اسمه الهستون الهستون بروتينات ده المسؤول ان هو يتكفع شريط ديه يا جماعة شريط ديني كده اقول الهستون بروتينات ليه وظيفة منظمة control استراع cathartic function cathartic معنىها محفز محفز يا جماعة عصوا بيها ان هما بيشتغلوا كنزيمات enzymes وده سره ان هي بتشتغل بروتينات ككاتاريتك يعني كنزيمات محفزة C5 collagen بروتينات كلكم بروتينات كلكم بروتينات كلكم بروتينات كلكم 25% من البروتين بروتينات كلكم مئات بس في واحد منهم لوسموا الكلاجنات لوحده واخد ربع كمية البروتينات كلكم مهمة جدا من اهم البروتينيات الكلاجنات شكرا خمس حاجات محفز سي تالي سير ريزيبتور كنترول موظف كتاليك المحفز والكلاجنات كمية البروتينيات هي هرمونات البروتينيات البروتينيات كتير منها طبيعتها الكيميائية عبارة على البروتينيات اسألك وقولك طب ايه هرمون طبيعته بوتينيات اشهد للطب هرمون طبيعته بوتينيات هرمون انسولينيات ايه ايه انيرجيات ما ننساش تجالك دكتور احسان السعيد مكنين على الهم بهدة ان واحد جرام كاربويترينيات بيدي اربعة صحر واحد جرام واحد جرام بروتينيات انها زي الكاربويترينيات الى مواحد جرام الليبت بيدي تسعة سوعة واحد فالبروتين هي احد مصادر الطابة وبيعيد تالي ايه انزاينيات احنا قلناها مره تحت علمان كثلات ام مصد اباندنت مصد اباندنت يعني مصد كومون يعني مش فاهمة كلمة ايه دكتور احسان كاتبها يعني اذا ما قلونت في الجسم ما بين الكاربويترين والليبت والبروتين مين فيهم اكتر شيوعا اكتر انتشارة في الجسم المصد اباندنت فيه جمه بروتينات يعني بروتينات تغل دكتور احسان انتشار شكرا ام مصد اباندنت تي تي يا زمع تي ترانسفورد الكوتينات تيها وصيفة ناكلة تي ترانسفورد ايه بقى اللي بيتنقل على الكوتينات هنا لو حقا بيه ده ده سؤال مهمة جدا لك الاكسجين بيتنقل على الكوتينات اسمه الهيموبلوين الحديد بيتنقل على الكوتينات اسمه النتعقه اللي بيتنقل على الكوتينات اسمه دي كليها بروتينات سواء ديماكلوبين سواء lançبيرين سواء لايكو برووتين دي كلها بيسميها ترانسفورد الكوتينات يعني ترانسفورد الكوتينات بيتمقلشده اللي بقى كده احنا خلصنا يا دكتور للوظائف بتاعة البروتين ككل بعد كده يا جماعة هنسي بقى وظائف البروتين وبدخل نشوف البردينج بلوكس يعني البردينج بلوكس الوحدات البنائية اسمها ايه يا دكتور الوحدات البنائية بتاعة البروتين الوحدات المكونة للبروتين يا شباب اسمها الأحماض الأمينية الأمينو أسد يلا كده ندرس الأمينو أسد بصوا يا شباب يوجد في الطبيعة تلتمين فند أمين. ولكن فقط عشرين منهم هم اللي بيصنعوا بلوتينات. يا رقمين مهمين جيتنا في المسكين يا جماعة. يقولك إن يتشر بصفة عامة تلتمين. إنما اللي منهم بيدخل في التصنيع البتيل فقط عشرين. يلا معي كده نبص على رسمك. الرسمة يا جماعة هي رسمة حاجة فيها تربوكسير. طالما تربوكسيري فيها الحمض وفيها المجموعة دي. اسمها هي مجموعة دي مجموعة الأمينو. يبقى مركب فيها مجموعة الأسد ومجموعة الألينو. زمتك كده مش يتلع بيك إن الرسمة دي لنسل حاجة إيه؟ الرسم الحاجة اسمه أمينو أسد حمض آميني أولا يا بخ. لكن هذه الكربونة دي هي الكربونة اللي جاء بعد مجموعة الكربوكسير. تشطر اليمت كل عندنا طرير التسمي كده بقول وان دو سري أو سير مجموعة الكربوكسير اللي بعدها اسمها الكربونة إيه؟ نعم ألفا. يبقى مجموعة الأمينو هي موجودة على نحية لنحيتين الكربونة دي. ليه اسمها ليه الكربونة دي؟ اسمها ألفا. فسكم الرسمة ليه.. ألفا أمينو يعني الأمينو عند ألفا. بسألك سواء سهلة جدا? هي أنا بنبعة الأمينو على يمين أنفا ولا على الشمال ألفا؟ شمال صح؟ قالوا السم COMM كده اسمِ �ها أرب ألفا، أمينو أسد. ليه اسمت أرب؟ لأن الأمينو على الشمال. ليه اسمت ألفا؟ لأن الأمينو عند الكربون ألفا. وليس سامة أمين عشان فيه مجموعة أمين وليس سامة أسد عشان فيه مجموعة تاردوكسين نفس الاتبالت الرسمة هي لسمة ايه؟ دي لسمة الصيغة العامة لأي حمد آميني أي أمين أسد في الطبيعة على الوزن ده وزن ايه؟ وزن اللي هو فيه مجموعة أمين على الشباب ده لسم الأمين يكون على الشباب ومجموعة تاردوكسين فوق ثم زلطة هيدروجين ثم آر ايه آر دي لها؟ زلطة هيدروجين ما فيه كلام؟ ايه آر دي؟ آر يعني سلسلة ألقين سلسلة تاربونين العردي ممكن تبقى تاربونة ممكن تبقى تنين ممكن تبقى تراكت أي حاجة آر خاص بيقولك ايه؟ الدكتور اللي زي ما تتكلمنا على البروتينات كبروتين كبير مئات من الأمين أسد جميعا على البروتين أو البروتين لازم نتكلم عن الأمين أسد والبروتين اللي ده أمين أسد أقولك ما فيه أمين أسد بيشتغل هو أمين أسد واحد أنت ملخي يعني بروتين؟ بروتين يعني منظر هذا أمين أسد كتير زي ما هيبك في الفيديوهات الجاية إن شاء الله لا أنا مش بكلم عن أمين أسد بروتين أنا غلق أواصل واصفت بروتين ده أمين أساسي ولي أنا كلمك على الأمين أسد واصفته هو واحد فقط ايه واصفته واحد؟ بصري يا شبك The Importance of Amino Acid بعض الأمينو أسد يكونوني Neurotransmitter يعني مين Neurotransmitter؟ نواطر عصبية زي مين نواطر عصبية كده؟ زي الدوبامين زي السيتونين ينواطر عصبية عارفة نواطر عصبية جدا المصفه ايه؟ كالمصف الحمد أميني وحد بس ليس كثير كبير بقى واحد بس حمد أميني وحد في بعض الأحمر الأمين هي أهمية أنها تتكون في الجسم هرمونات هرمون الجير سابه وأنا قلت لك هناك كده ايه الهرمون اللي طبيعته القتيني؟ إنسولينت صح؟ ايه هرمون طبيعته حمد أميني واحد بس؟ Thyroid هرمون الغدة الضراقية أشهر هرمون عبارة عن حمد أميني واحد هو هرمون الغيرين وهذا جاي من الحمد أميني اسمه الـ Thyroid ليس نحن 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 نجيب جاي إن شاء الله؟ أنا أخي بقى الأمينو أسد زو كلهم ورسومتهم وأسمعهم وكل مثل ذا لكن تبقى عارف أن هناك أميني اسمه الغيروسين يصلنا هرمون الغيريت طب إيه كمان؟ من بعض أهميات الأمينو عسدة كما أنه هو بيكويني كمان مواد زي الـ اليوليا البولينة وبيكويني قواعد متاعة الـ 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 ثلاث أهميات الأمينو أسد بيكوين بعض النهوط العصرية بيكوين بعض الهرمونات بيكوين القواعد متاعة الـ 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 ليسمها الـ الـ كده يا جماعة خلصنا أهميات الأمينو أسد وعددهم كام؟ نخش بعد كده على حاجة اسمها مهمة جدا يا جماعة تصنيفات الأمينو أسد فيه مشكلة أنت مش أخذ بالك منه إيه هي يا دكتور؟ أنا عندي كم حمد أميني يا جماعة دلوقتي؟ أنا عندي في البروتين أنا أقولك كم حمد أمين أقصد اللي يدخل في البروتين؟ أنا عندي 20 أمينو أسد يدخلوا لهم تصنيفات 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 تصنيفة كيميائية الفيديو الجاي شاء الله أنا جاية معرضة الشرح من أهم نوع المحظة التصنيفة التخذية التصنيفة التصنيفة تتقمد على مصير حمد الأميني داخل الجسم فيما يسمى الـ متابوليزم أو متابوليك تلاسفكيشن يالله هنشرح لوقتي ومتابوليك تلاسفكيشن يالله الوحدات متابوليك تلاسفكيشن أنا معايا كم حمد أمين يا شباب؟ معايا بكتورة 20 حمد أمين صنوق الأحماض الأمينية من حيث أهميتها الغذائية كلمة أهميتها الغذائية شباب معناها مين فيهم اسمه مين فيهم اسمه مين فيهم اسمه شطان انتوا قاعدين دلوقتي يعني اسسنشا ها بيقولي كده يعني كده من اسسنشا في الطب اسسنشا يعني كده نقصه يسبب أمراض يتسمه اسمشيال أمينيو اسسنشا هما نبقى فيه أغنية كده لكده بلد الأحمر كده أو جملة كده بلد الأحمر بنسكن بيها بنحفظ بيها الأمينيو اسسنشا I left to hope أنا ستبت to make visit رايح خروجة through لندن فليبيل أرجنتين والله رايح على رندن وعلى كده فليبيل أرجنتين الجملة الأحمر دي هي جملة مانهاش أي أهمية كلها هي جيتها بس نية بتحاول في كل نقطة المواطة هي عشرة راح تنية ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة مواطة بعشرة من العشرين أمينيو اسسنش لا الله إيه ربعي 12 يأول مرة لسه تذكر أمينيو اسسنش I أمينيو اسسنه left you see make if home to 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 make methionine make methionine visit through London Baisin to 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 أراجين هم هستهين أراجين الناس دول طلع عليهم فوار ايه رحوار يا دكتور؟ الاثنين دول يا جبعة طلعوا الحمد لله can be sanctified طب يا دكتور فضلوا نعم بيتصنعوا في الجسم استنى ناس بيتصنعوا في الجسم بكمية الكمية هذه enough for not enough for children مش خير حاجة بقولك ان الهستهين والأراجين طلع عليهم الحوار ايه الحوار يا دكتور؟ طلعوا بيتصنعوا في الجسم طب ما هو كويس يا دكتور ايو بتصنعوا في الجسم بس بيتصنعوا بكمية الكمية دي تكفي الكبار احنا ككبار الكمية منهم مكفيها انهم متكفيش الصغيرين احنا كذلك انهم بالنسبة للكبار مكفيات اما بالنسبة للجسم الصغيرين لا السنشياء لازم يكونهم طب دلوقتي يا دكتور الهستهين والأراجين دول الاثنين احطوهم انهم زي اللي بالنسبة للكبار اللي هم لان السنشياء ولا بالنسبة للصغيرين احطوهم انهم السنشياء لكن اخترع لهم تصنيفة تلتة لوحدون هم الاثنين دول اسمها هي التصنيفة تصنيفة النص ونص هو ولا السنشياء ولا هو من السنشياء هو سيني السنشياء او اسمها التانية بارشياء السنشياء سيني او بارشياء السنشياء هم اثنين امائنه اسم هستهين ونص وكلي احطو هم وصنات تصنيفة الكولي للامائنه اسم على حسب حاجة سمها الانيرترشنل امبورتنس الامير غزائي تاني حاجة التصنيفة التانية للأشرين ده اقل مش على حسب اامير غزائي وين اسم يلو لا خاص تصنيفة ان الاميري التانى دي على حسب حاجة اسمها الانيتابوليك فيت الانيتابوليك فيت يعني ميتابوليك ثيت مصير الحمض الأميني ثيت يعني مصير مصير الحمض الأميني داخل الجسم مش فهم حاجاتك عاربها لكن كنت بحفة لحمة فيها أمينو أسد فيها حمض أمينو الأمينو أسد داخل جوى جسمك يصنع جلوكوز هتجنب يا دكتور أمينو أسد بروتيين بتقول انه يصنع جلوكوز والله اه في كده في أمينو أسد يصنع جلوكوز إذا الأمينو أسد داخل جوى جسمك صنع جلوكوز يتنطع لي لكن غلوكوجينك غلوكو يعني غلوكوز معطي مصنع مخلق يعني مغلوكوجينك أمينو عسف يعني مية وهذا نطع جلوكوجينك يعني هو جسم يصنع جلوكوز في Performingchiedenو أعلى همينو أسد تين أن ب rejecting امينوه في بروث جسمنا في سنة ثانية، يكلم أن أقول له صعوبة قليلا، ولانه ينتهي السنة ثانية إن شاء الله. كما يأخذ قميه أسف داخل الجسم في السنة الثانية، يصنع شيء أسمى كيتون باضلس. كيتون باضلس. إذا قميه أسف يصنع كيتون باضلس، يسمع كلمة كيتوجينك. كيتوجينك. يعني كيتوجينك، يصنع شيء في اللذي اسمه كيتون باضلس. أما أنه أسف الثالث ، لا يصنع النفس ، وهو يفقى في نفسه قوي. قال أنا لن أزعي على الحق. أنا كأمين واسد. سأصنع في جسم غلوكوز وفي نفس الوقت سأصنع على الكيتون. يبس ساعت الأمين واسد صنع على كيف؟ اتنين! جاء بوب! بوب! جاء بغلوكوز! وجاء بكيتون بوض! ساعت سنعها الأمين واسد دي بس ميكسد في أمين واسد! العشرين! رجعنا نصنفهم تاني! على حسب تصنيف اسمها متابولك 3! الأعشرين دون تصنّقه كمعه، كانون يسألون ليهم ل��ج لاحظ أن هذه التصنيبacha أكملنا EST been assez long ago... 1, 2 , 1. 1, 2 , 1. 8 T based on the current day. 8 ST is lined as muchル to 8-��. communiquer back to the second touch, и отuel back to the current C. 2 V they come more than the celebratory ten. 10 these are the end end for the second. 20 V has been sentenced to 20. 1, 4, 2, 14. what DO I!? اربعة اثنين. والبطلية كلهم. هنزهر كويس أول جماعة. مين الاثنين الكيتوجينيك؟ سؤال مهم جداً جداً في النحنات كل الطب عندنا. ركتور عصام بيحبه جداً في النحنات. مين الوحيد الكيتوجينيك؟ اثنين. ليوسيل لايزيل. ليوسيل لايزيل. دور أمينو أسل. لو دخل جواب اسمي بيدو كيتوم بارس. طب مين الميكسل؟ ميكسل يعني بيدو الاثنين. يدو الجلوكوز والكيتوم بارس. لازم تحفظهم. ايزوليوسيل. ثينايل الألانين. تايروزيل. تريبتوفال. كده انت حفظت ستة. اي حد من الاربعتاشر اربائيين؟ يقول تحكاً. لقد قلتك جداً. دكتور انا مش فاني الصدورة دي. ليه عالي سؤال ازاي؟ عالي سؤالي ازاي؟ دكتور احسن هجيلي في سؤالي ازاي. ميثيونين از. ميثيونين از. اسسنشل. نان اسسنشل. هتذكر. ان في كلام يا اسسنشل. واتنين تحفظهم ان هم سمين. اي حد بيش من عشر الدولير اهو كان ايه. ميثيونين اهو. الميثيونين ده ايه هتذكروا انه هو اسسنشل. الجليسين هي. انه هي قلاسين يوجد أسنشل من الجليسين. اجليسين ايت Equity. اجليسين. تلاعي الصدور ول��를 تحفظهم ، تعالي اسسنشل، حسنك يويت اضوة. حسنك يويت سؤالي ازاي؟ . يعني صناع كيتون بطري. تايروزين تايروزين هذا واحد من الاربعة الميكسيت. واحد من الاربعة الذي يدلل اثنين. في الوقت غلايسين 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 ليس هنا. غلايسين ليس هنا. غلايسين ليس هنا. كده الحمد لله. خلاصنا تصنيفهم. تصنيفها الكيميكا. انشاء الله الحصة في الفيديو. سلام عليكم.